تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حافظها الله أعربت فيها سموها عن خالص التهاني واجمل التبريكات بمناسبة يوم المرأة البحرينية والتي تتزامن هذا العام على احتفال بليوبيل الفضي لذكرى مرور خمسة وعشرين عاما لتولي جلالة الملك المعظم قليل الحكم ونوهت سموها بما تحقق للمرأة البحرينية في ظل الرعاية الملكية السامية من نهضة شاملة ومتكاملة الأركان رفعت من مساهمتها في عملية البناء الوطني وعززت من منجزاتها ومكتسباتها في تجسيد واضح الأثر لرؤية جلالة الملك المعظم أيده الله لرفعة مملكة البحرين الشامخة بإرثها ومجدها وثرائها الإنسانية لتكون نموذجا رائدا وعصريا في ريادة المرأة كعمود أساسي للبناء التنموي والتقدم الحضرية وأكدت سموها في البرقية أن المجلس الأعلى للمرأة وبفضل الدعم الملكي السامي والبرامج الحكومية التنموية أصبح مؤسسة فاعلة ومؤثرة ومتطورة جعلت من المرأة البحرينية شريكا أساسيا في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة مثمنة سموها الدعم الكبير والراسخ من جلالة الملك المعظم وتوجيهات جلالته السديدة التي منحت المرأة البحرينية مكانتها الوطنية الرفيعة لتواصل في تقديم ما هو مرجو منها في خدمة الوطن ورفعة شأنه كما أكدت سموها أن المجلس الأعلى للمرأة سيبقى المؤسسة الوطنية الأميرة على ترجمة تطلعات جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعى في تنمية دور المرأة ودمج احتياجاتها في مختلف مسارات العمل والتنمية الوطنية وذلك بما يتولاه من مسؤوليات لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان حقوقها وما يطلقه من مبادرات ومشاريع نوعية لرفع نسبة مساهمة المرأة في كافة المجالات تفعيلا لما جاء في النصوص الدستورية لتواصل المرأة العطاء والبذل بجانب أخيها الرجل في مختلف ميادين العمل الوطنية ودعت سموها الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم أن يسبغ على جلالته بمفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يسدد على طريق الرفعة والازدهار خطأ وقد بعث حضرته صاحب الجلال آل ملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعرب جلالته فيها عن أخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية معربا جلالته عن شكره وتقديره لجهود صاحبة السمو ومنتسبات المجلس في العمل الدؤوب على الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية في بلدنا العزيز وتمكينها لتكون قادرة على المساهمة في تقدم ونماء مملكة البحرين في مجالات التنمية كافة وأشهد جلالة الملك المعظم بهذه المناسبة بدور المرأة البحرينية وإساماتها في خدمة مملكة البحرين في مختلف قطاعات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متوجة بذلك مسيرة حافلة بالعطاء بفضل ما تحقق لها من مكتسبات وحقوق متطلعا جلالته حفظه الله ورعا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة وما أتاحته من فرص وإمكانيات كبيرة لتعزيز مكانة المرأة وما يبدله المجلس الأعلى للمرأة من جهود لمزيد من التمكين والتطوير متمنيا جلالته للمرأة البحرينية كل الخير والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر